بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتوقف مع هذه الآية المرعبة حقيقة وهي تحذير من الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة تحذير لكل ظالم احذر أن تظلم زوجتك أن تظلم ابنك أن تظلم جارك أن تظلم أباك أو أخاك أو قريبك أو تظلم يتيما الظلم أيها الأحبة مرعب جدا والله من أكثر المواقف رعبا يوم القيامة موقف الظالمين احفظوا هذه الآية رجاء هذه تسلية لكل مؤمن لكل مظلوم لكل إنسان تعرض لظلم الله يواسيه هنا تظهر عظمة الإسلام حيث تختفي العلمانية وتختفي قوانين الإلحاد ولا يبقى لك إلا الله تبارك وتعالى يواسيك يؤنسك يقول لك يعني تخيل أيها المظلوم أن الله يخاطبك شخصيا يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سبحان الله الملك ملك الملوك القهار ملك الملك المتصرف في كل ذرة من هذا الكون القادر على أن يهلك الكون بما فيه يقول لك أيها المظلوم أيها المهموم لا تظن أن الله لا يرى هؤلاء لا تظن أن الله لا يعلمهم لا تظن أن الله لا يكتب كل حركة وكل فعل يقوم به وكل فكرة يمكرون بها ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم طبعا إنسان قد يقول يا رب لماذا لا تهلك الظالمين يأتيك الجواب الهلاك هو أقل عقوبة أيها الأحبة الهلاك الدنياوي هو أقل عقوبة على الإطلاق ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يزيد لهم العقوبة ويعاقبهم عقوبة فريدة من نوعها في القرآن الكريم هناك لكل إنسان كافر أو ملحد أو مشكك أو مجرم عقوبة ولكن من أسوأ وأذل أنواع العقوبة هي عقوبة الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هذا في الدنيا إنما يؤخرهم ليوم يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص تبقى مفتوحة هكذا شاخصة تصور أن إنسان تعرض لخوف لرعب يفتح عينيه وهو لا يستطيع الحركة مثلا يعني إذا قيادت إنسان واقترب منه وحش مرعب أو أفعى سامة تجده يفتح عينيه ولا يستطيع أن يفعل أي شيء يفتح عينيه خوفا هنا اللفظ القرآني أيها الأحبة إنما يؤخرهم ليوم تشخص كلمة تشخص فيها شيء من الذل يعني يفتح عينه بذل وخوف ورعب إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فقط أم هناك شيء آخر هناك شيء أشد مهطعين مهطعين مقنعي رؤوسهم يعني مسرعين تجده مسرع باتجاه الموقف المرعب مقنعي رؤوسهم الرؤوس تجدها الذليلة خاشعة هكذا بصره مفتوح ويشخص إلى السماء وفي حالة رعب مهطعين أي مسرعين والكلمة سبحان الله فيها شيء من الذل في معاني هذه الكلمات إذلال مقنعي رؤوسهم الإنسان عندما يخشع ويكون الذليلا أمام موقف ما يعني يعبر عنه بهذه الكلمة مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم هذا الطرف لا يستطيع أن يرتد تتوقف طرفة العين تتوقف تماما يبقى الجفن مفتوحا من شدة الخوف لا يرتد إليهم طرفهم طرف العين لا يرتد لا ينغلق وأفئدتهم هوى فارغة الفؤاد يمكن أن ينشغل بأمور كثيرة جدا في الدنيا في المال والمتاع وكذا والطعام والشراب والأعمال والأهداف وغير ذلك ولكن هنا في هذا الموقف من شدة وهول وكثرة الإذلال الذي يتعرضون له هؤلاء الظلمة تجد أن أفئدتهم أصبحت فارغة من كل شيء لأن كمية الخوف التي يتعرضون إليها كمية هائلة جدا تفرغ هذه الأفئدة من كل شيء الذل لاحظوا الكلمات أيها الأحبة مهطعين فيها شيء من الذل أحد معاني كلمة مهطعين أي الذلاء صاغرين مقنعي رؤوسهم أيضا هذه فيها ذل في معانيها يدخل موضوع الذل هنا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني باختصار أيها الأحبة الظالم في الدنيا سيكون ستكون صفته في الآخرة شيئين الخوف والذل والذل يعني الخوف يكفي فما بالك إذا كان مترافقا مع الذل لذلك أحبتي في الله أقول لكل إنسان يعني ظلم شخصا أن يطلب منه المسامحة إذا أسأت بحق شخص صل رحمك صل أخاك صل جارك لا تقطع الناس تحمل لأن الموقف صعب الموقف الذي ينتظرك صعب جدا أنا بالنسبة لي أهون بمليار مرة أن أصبر وأتحمل وأكون أنا المظلوم خير مليار مرة أن أكون أنا الظالم بالعكس أنت إذا كنت مظلوما أخي الحبيب هذه نعمة من الله لأن الظالم سيكون وضعه هكذا وستراه يوم القيامة لذلك أحبتي في الله احذروا من الظلم وتواضعوا من تواضع لله رفعه الله وتسامحوا التسامح أيها الأحبة هذا الظالم أيها الأحبة والله لو علم مصيره لوقف خاشي عن هكذا في الدنيا لم يفعل شيئا لرأيته ذليلا في الدنيا موقف يوم القيامة مليء بالذل والخوف والرعب لذلك أيها الأحبة دعوني أكرر هذه الآية رجاءا احفظوها فهي آية فيها مواساة مواساة لكل إنسان ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته